فيديو اليوم حبيبتي سوف يكون عن وصفات رائعة جدا وصفات طبيعية بمكون ممتاز وهو الموز وذلك لتفتح البشرة أيضا حتى التخلط من التجاعد وعلاج البطور الموز هو من أحد الفواكه التي تحتوي على العديد من العناصر الغدائية الهامة يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ومضادات الأكسادة كذلك يجعل لنا البشرة صحية ويخلصها من المشاكل الجلدية بالنسبة للموز فهو من المكونات الرائعة ويستخدم في وصفات طبيعية رائعة لحلج المشاكل البشرة يساعد في تفتيح البشرة ترطيبها بعمق لذلك أنصح باستخدام قناع الموز أو قناع ثمرة الموز لتبيض البشرة وأيضا تفتيحها إذن على بركة الله الآن تابعوا معي هذا الفيديو لأنني سوف أشارك معكم مجموعة من الوصفات بمكون الموز إذن على بركة الله لدي هنا الموز قمت بتقطيعه إلى قطع صغيرة سأحاول بواسطة شوكة أن أقوم بهرثه حتى أحصل على كريمة الموز الموز ممتاز في تفتيح البشرة تنقيتها وكذلك ترطيبها حتى لمن تعاني من جفاف على بشرة الوجه استخدموا الموز بالخصوص في الأوقات فصل الشتاء تتعرض البشرة بكثرة للجفاف تقومون بهرث الموز جيدا حتى لا تبقى تلك القطع الصغيرة بعد ذلك بطبيعة الحال سوف نأخذ هنا إناء مناسب بعد أن قمنا بهرث الموز سنأخذ كريمة الموز ونضعه في إناء مناسب بعد ذلك سوف نضيف له بعض الإضافات التي سوف تزيد من فعالية هذه الوصفة وتعطينا كذلك تفتيح ونعومة للبشرة سأضيف أنا هنا ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي عسل النحل يفتح البشرة كذلك يغديها يرطب أيضا البشرة نخلط جيدا هنا لمن لا تتوفر على العسل يمكن استبدال العسل سواء بزبادي أو حتى كذلك بزيت الزيتون هما كذلك مكونات تفتح البشرة بعد أن قمت هنا بالخلط سأضيف مكون قوي غني جدا بفيتامين سي وهو عصير ليمون الحامد سأضيف هنا بضع قطرات فقط من عصير ليمون الحامد حتى يزيد من فعالية الوصفة ثم سوف نبدأ بالخلط نخلط المكونات جيدا لمن هنا بشرتها يعني تتحسس من عصير ليمون الحامد يمكن هنا الاكتفاء فقط بالموز وكذلك العسل نخلط جيدا جيدا المكونات مكونات مرطبة كذلك مبيضة بامتياز دائما أنصحكم بالنسبة لي يعني تطبيق أوقات تطبيق الماسكات من الأحسن استخدامها دائما بالليل نأخذ بواسطة هكذا فرشة ونبدأ بتوزيع القناع ووزعه على بشرة الوجه كذلك بشرة الرقبة منطقة أيضا تحت العينين حتى لمن تعاني يعني من الهالات السوداء يمكن استخدام هذه الوصفة ستعالج لكم كذلك حتى التجاعيد أيضا تجاعيد اليدين القدمين أيضا نوزع جيدا بعد ذلك سنترك هذا القناع المبيض والمفتح للبشرة وأيضا المرتب تقريبا مدة 20 دقيقة أو 30 دقيقة هذه المدة فهي كافية جدا حتى نتحصل على نتائج رائعة ولكن هناك ملاحظة يجب أن تداوموا على أي وصفة قمتم بالبداية في استعمالها داوموا عليها تقريبا مدة أسبوع إلى أسبوعين ستظهر لكم نتائج رائعة كونوا متأكدين المداومة والاستمرارية أقولها لكم دائما هي سر نجاح الوصفات دائما يجب أن تداوموا على الخلطات هذا بالنسبة إلى الطريقة الأولى بالنسبة لهذه الطريقة الكيمية يمكن الاحتفاظ بها واستخدامها لليوم الموالي الآن سوف نمر للتعرف على الطريقة الثانية الوصفة الثانية كذلك نفس الطريقة تأخذون كيمية من الموز تقومون بهرسها جيدا حتى يصبح المزيج على هذا القوام ونأخذ إناء مناسب نضع هذه الكيمية من الموز بنسبة لهذه الكيمية فهي كافية جدا لبشرة الوجه وحتى بشرة الرقبة دائما أي وصفة تطبقونها لبشرة الوجه استخدموها كذلك لبشرة الرقبة حتى نتحصل على لون موحد سأضيف هنا كذلك مقدار ملعقة صغيرة وذلك من الحليب المجفف أو حليب نيدو سنستخدم كذلك الزبادي هنا يمكن تعويض الحليب المجفف كذلك بالنشان شدراء أو ما يسمى بي المايزنة أو حتى كذلك الدقيق الأبيض لأنها كلها مكونات مبيضة بامتياز وكذلك ترتب لنا البشرة نخلط جيدا هنا المكونات دائما دوات البشرة التي تكون جافة جئة حفوا دهنية جدا يمكن استخدام بضع قطرات من عصير ليمون الحامد أما دوات البشرة الدهنية يمكن أن تضع القليل من زيت الزيتون أخلط جيدا هكذا حتى تندمج المكونات أنا سأضيف هنا القليل من زيت الزيتون كما قلت لدوات البشرة التي تكون جافة جدا أضيفه سواء زيت زيتون أو زيت لوز حلو لأنها كلها زيوت مرطبة أيضا تفتح البشرة نحاول فقط أن نقوم بالخلط جيدا ندمج المكونات حتى تتجانس مع بعضها البعض وصفات الموز من أروع الوصفات حبيباتي في تبيض البشرة أيضا إزالة كل التصبغات والشوائب وحتى ترطيب البشرة كما تلاحظون قمت هنا بخلط المكونات جيدا دائما على بشرة نظيفة من الأحسن أن تقوموا بغتل بشرتكم أولا بماء فاتر أو على الأقل أن تقوموا بعمل تقشير البشرة لتنظيفها مرة واحدة كل أسبوع نأخذ الوصفة ونبدأ بتوزيعها بداية من الرقبة من بشرة الرقبة إلى كامل بشرة الوجه وزعوا هذه الوصفة حتى لمن تعاني من هالات سوداء تحت العينين ستعالج لكم الهالات السوداء وترطب لكم بشرتكم تتركها بشرة ناعمة رطبة كبشرة الأطفال الموز معروف جدا عن فوائده المغدية وكذلك المرطبة والمفتحة للبشرة بالنسبة للكمية المتبقية لما لا استخدموها حتى لبشرة اليدين حتى تبقى دائما بشرة اليدين رطبة وكذلك بدون إسمرار بدون تصبغات نترك هذا القناع تقريبا مدة نصف ساعة بعد ذلك حبيباتي تقومون بغسل الوصفة بماء يكون فاتر ثم بالماء البارد ضروري في الأخير أن تقوموا بغسل بشرتكم بماء بارد وهكذا حتى نساعد على غلق المسامات وكذلك شد البشرة وحمايتها أيضا حتى من الترهولات هذا القناع يستحسن حبيباتي استخدامه بشكل يومي سيعطيكم نتائج حبيباتي ستكون رائعة جدا جدا سواء في التبيض الترطيب وأيضا علاج شحوب البشرة لمن تعاني من بشرة شاحبة بشرة باهتة يعني متعبة استخدموا وصفات الموز لأنها تعطي نظارة وإشراقة للبشرة إذن حبيباتي كان هذا هو فيديو اليوم بمكون ممتاز رائع وغني عن التعريف مكونة الوصفات حبيباتي دائما فهي آمنة تصلح لكل أنواع البشرة آمنة جدا سواء للنساء الحوامل أو كذلك النساء المرضعات استخدموا وصفاتي لأنها بالفعل آمنة جدا ولديها فوائد رائعة على البشرة إذن كان هذا هو فيديو اليوم أتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنكم نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد من طلبكم ولا تنسوا الضغط على زر لايك لهذا الفيديو وأيضا المشاركة في القناة نلتقي في فيديو جديد مع وصفات جديدة دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر